موسيقى ثم أحبائي الشيطان بيعمل عن طريق التجربة تعرف الكتاب بيقول في رسالة يعقوب الإصحاح الأول مكتوبة لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا يعني ما فيهك فيه شيء إنه إبليس بيرغمك على شيء إذا أنت مثلا عندك اكتفاء مش راح يحط بإيدك مسدس ويقول لك روح أسرق بنك أو أقتل فلان لكن بيجي على نقاط الضعف الموجودة فينا على مناطق الظلمة في حياتنا اللي ما حسمناها واللي لسه ما اتعاملنا معها بجدية وما حسمنا الأمر إنه نور المسيح يشرق فيها حتى فعلا نبتدي نتجدد يوما فيوما ونكون مشابهين صورة يسوع المسيح فيجرب فهو المجرب يجرب الإخوة ويشتكي عليهم وهذا هو عمل الشيطان بوقعنا في التجارب وعندما نسقط بيشعر الإنسان في خزلان بيشعر بهموم بيشعر بإحساس الخزي والعار وخلاص يعني كأنه عاره لا يمحى وهذا عمل الشيطان بيحط علينا الإحساس بالشكاية الإحساس بالزنب الشعور بالزنب لكن الله هو عاوز يحررنا ويطلقنا إلى الحرية من أجل هذا أعطانا الأسلحة الروحية لكي نثبت في المسيح ولكي نحارب من خلال دم المسيح ومن خلال اسم المسيح وكلمة المسيح ونحتمي بدم المسيح ونستخدم سلاح التسبيح وسلاح التمجيد نمجد ربنا وتكون حياتنا خاضعة على الرب متواضعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر